طائرة صدام حسين الخاصة وأصرار الرحلة الأخيرة لها ومصير طائرة الآن رحل رئيسان حافظ الأسد وصدام حسين وبقى الطيار العراقي علي الوهابي ليروي هذه القصة مستعيدا بعض ذكرياته عندما كان أحد الطيارين البارزين في الطائرة الخاصة لصدام حسين ويرويها للمرة الأولى قبل الدخول في التفاصيل لا تنسى الاشتراك بقناتنا فكرة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا في تلك الأيام بقدر ما كان علي الوهابي سعيدا والاستخبارات العراقية تختاره طيارا جديدا إلى طاقم طيار صدام حسين بقدر ما كان في سنوات لاحقة مترددا رافدا أن يعلق صورة للرئيس العراقي صدام حسين في منزله مما دفع الاستخبارات لإخضاعه لاختبار الولاء طالبين منه أن يمارس الحب مع صديقاته أمام عدستهم فأبى وقرر رحيل عن وطنه يقول علي الوهابي مستعيدا ليلة دخوله إلى طاقم طيار صدام حسين بعد عودته من لندن حيث أجريت دورة تدريبية في الطيران صرت طيارا على طائرة القادسية الجامبو وعلى طائرة أخرى من نوع بوينج 737 وبعد ذلك وقع الاختيار علي لأكون أحد طيار صدام وهذا ما حصل حيث عملت معه حتى عام 1986 ويضيف لقد قدت طائرات صدام حسين الخاصة ثلاث مرات في رحلات خارجية منها إلى مؤتمر فاس بالمغرب فضلا عن الرحلات الداخلية وكانت طائرة صدام من نوع جامبو 747 SP ويصف الطائرة بأنها كانت اعتيادية جدا فأول مدخل الطائرة يلاحظ وجود كرسيين درجة أولى وفيها غرفة للاجتماعات في وسطها ومقاعد عادية في مؤخرة الطائرة للتقانيين ورجال الحماية والطابق الثاني لراحة التواقم وفي مقدمة الطائرة غرفة ليست مطرفة للنوم ويتحدث الطيار علي الوهابي عن صدام كما شاهده في الطائرة ويقول كان يلقي التحية على الطاقم ويشكرنا كثيرا بعد انتهاء أي رحلة لقد كان لطيفا جدا ومؤدبا ويتابع علي الوهابي طعام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في الطائرة كان يأتي من بيته في القصر الجمهوري ولا يأكل أبدا من طعام الطائرة واذكر عندما وصلت طائرة جديدة للعراق من مصانع سياتل صعد صدام لطائرة وصفحنا واحدا تلو الآخر واضاف علي الوهابي صدام حسين أحب العراق بطريقاته الخاصة ويروي في احدى الرحلات كان المهندس الجوي برفقة صدام على متن الطائرة وبينما كان صدام يلقي نظرات على بغداد ليلا من نافذة الطائرة قال له المهندس الجوي يا سيد رئيس بغداد حلوة في الليل فالتفت صدام ورد عليه بنبرة قوية بغداد حلوة في الليل وفي اندهار وبقى المهندس الجوي قلقا لمدة ثلاثة أيام خوفا من أن يتأذى ولكن لم يقع عليه شيء واضاف لقد كنا حذرين جدا أثناء وجود صدام في مقصورة الطائرة لأننا لن نتوقع كيف سيكون رد صدام علينا إذا ما تحدثنا إليه قصة شراء صدام حسين للطائرة بوينج 747 SP وأما للطائرة بوينج 747 SP قصة أخرى في عالم الطيران يرويها الطيار العراقي ولها مدلولات سياسية تشير إلى عمق الصراع الذي كان آنذاك بين جناحي البعث في كل من العراق وسوريا وانتقال هذا الخلاف والتنافس من الأرض إلى الجو يقول علي الوهابي صفار صدام حسين إلى مؤتمر عدم الانحياز الذي انعقد في هافانا عام 1979 بطائرة من نوع بوينج 707 التي كان يجب أن تتزود بالوقود في مدريد بينما كان الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في طائرته من نوع 747 SP التابعة للخطوط السورية يعود مباشرة من هافانا إلى دمشق فسأل صدام التقنيين حوله كيف نحن يجب أن ننزل في مدريد لنتزود بالوقود وحافظ الأسد سفر مباشرة من هافانا إلى دمشق بدون أن يتزود بالوقود فكانت الإجابة أن طائرة الأسد أحدث وتستطيع قطع مسافات طويلة دون أن تتزود بالوقود بسبب كبر الخزانات الخاصة بها وأضاف الوهابي طلب صدام حسين شراء طائرة خاصة مثل مواصفات الطائرة السورية واشترينا طائرة من شركة بوينج وجلبناها من سياتل في أمريكا سنة 1982 وكان قدوم الطائرة يوم 31 من آب عام 1982 رجال وحماية صدام أغبياء وأما رجال وحماية صدام حسين فقد كانوا أغبياء جدا في الموضوع التقاني للطيران كان يصفهم الطيار علي الوهابي ويوضح كانت خمس طائرات في مطار بغداد والكل يتوقع أن صدام كان في طائرته التي تحضرت للتوجه إلى السعودية وبعد ذلك علمنا أنه سبقنا بطائرة سعودية فجاء رجل من رجال الحماية الذين كانوا في الطائرة الوقفة في المطار وأعطانا الأوامر أن ننطلق وقالوا لنا تحركوا وعندما سألنا أين نذهب قال اتبعوا الطائرات الباقية في المطار متصورا أننا نطير في الجو ونتبع الطائرات الأخرى دون خطة للطيران اختبار الولاء ورغم أنه طيار للرئيس العراقي صدام حسين كان علي الوهابي يرفض وضع صورة صدام في بيته وهي دلالة مدى الولاء له في أعراف النظام آنذاك ويقول كوني كنت طيار صدام فقد كان رجال المخابرات يزورون بيتي بين فترة أخرى ويسألون لماذا لا أضع صورة وكنت أعدهم بذلك ولم أفعل لأنه في رأيي ولائل واحد هو رب العالمين ويضيف كنت في تلك الفترة غير متزوج وعلى علاقة مع إحدى زاملاتي في الخطوط العراقية ولم أكن أعلم أن هذه الزميلة على علاقة مع أحد الديبلوماسيين العرب هناك رغم أنه متزوج والمخابرات يعرفون بعلاقتي بها وأرادوا أن أمارس مع الحب أمام الكاميرا حتى أوفقهم وأكد بذلك ولائي فقلت لهم أعطوني فترة أفكر فأمهلوني أسبوعا وخلالها وأنا أقود رحلة عادية من بغداد إلى لندن بقيت في لندن ولم أرجع إلى وطني وفي العام 2000 انتقلت إلى استراليا يقيم علي الوهابي البالغ من العمر 51 عاما في استراليا حيث يؤلف ويكتب في فراغه وأما عمله فهو كابتن طائرة في شركة طيران عالمية مصير طائرة صدام حسين الآن بعد حوالي 29 سنة من دخولها المطارات التونسية وبقائها هناك دون حراك تمكنت السلطات التونسية من إيجاد حل لطائرتين العراقيتين الجاثمتين في مطار تزر نفطة منذ سنة 1991 حيث وفقت السلطات العراقية على منح تونس ما قيمته 4 ملايين و800 ألف يورو كاتفاق تسوية للمستحقات المالية للخدمات الأرضية للطائرتين العراقيتين وبينهما طائرة البوينغ 747 جامبو الرئاسية التابعة لصدام حسين وذلك وفق صحيفة الصباح التونسية حالة الطائرة التقانية غير صالحة للاستعمال وتتطلب تدخلات ضرورية لتأهيلها وعملات التأهيل تتطلب مدة زمنية طويلة وأموالا ضاهظة كما أن التخلص منها وبيعها كخردة غير ممكن باعتبار أن السلطات العراقية لا تود تفريط فيها وتأمل في فضل الخلاف المالي مع السلطات التونسية لاسترجاع طائراتها وكان العراق قد نقل قبيل حرب الخليج الثانية عام 1991 عدة طائرات خارج أراضيها بعد أن اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا دوليا بفرض حضر جوي على العراق وتم إداع 74 طائرة عراقية لدى عدد من البلدان قبل اندلاع حرب الخليج منها في إيران وتونس والأردن وسويسرا إن أعجبك هذا الفيديو فلا تبخل علينا بضغط زر الأعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا فكرة ولكي يصل لك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة